وأطيار تغني في الحناية وفجر ضاحك فوق تحومي تبسم رغم كل المشكلات من الدنيا والجأل العظيم فربك عالم في كل حال وليس الحزن هذا بالمقيم إخوتي وأحبتي في الله أحييكم من كل قلبي بتحية الإسلام تحية أهل الجنة تحيتهم يوم يلقونه سلام فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربي ويرضى وكما ينبغي لجلال وجه الله وعظيم سلطانه حمدا يملأ السماوات ويملأ الأرض ويملأ ما بينهما ويملأ ما فيهن ويملأ ما شاء الله من شيء بعد ذلك ربنا هو أهل الثنى والمجد وهذا القول وحق ما قال العبد وكلنا لله عبد اللهم إنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وأنك أرسلته بالهدى ودين الحق وأن رسالتك التي أرسلتها إلينا من خلال نبيك محمد عليه الصلاة والسلام هي النور للسائرين إليك وهي الهدى للمبتغين سعادة الدنيا والآخرة وصلوات ربي وسلامه على خير خلقه وصفوته من خلقه نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجهد في الله حق جهاده فصلوات الله وسلامه عليه صلاة وسلاما دائمين متصلين إلى يوم القيامة أحبابي وإختي حبيبنا عليه الصلاة والسلام آتاه الله جوامع الكلم عظائم الكلم عبارات تحتها مجلدات عبارات تحت الواحدة منها أكتب مجلدات من تفسيرها وبيانها ومفرداتها العجيبة العليمة من ذلك قوله عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الصحابة اتق الله حيث ما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن اتق الله اجعل بينك وبين عذاب الله وغضبه اجعل بينك وبينها وقايا حتى لا تقع فيما حذرك الله منه فإنك إن اقتربت من حدود ربك الله يغضب إن اقتربت من الحدود التي حرم عليك أن تتجاوزها اتق الله حيث ما كنت بفعل ما أمرت وترك ما نهيت عنه اتق الله في البر اتق الله في البحر اتق الله في الجو اتق الله في العمل اتق الله في البيت اتق الله في تعاملك فيما أنت قائم عليه ما هي رسالتك في الحياة إن كنت موظفا أو مدرسا أو طبيبا أو مهندسا أو نجارا أو عدادا أو ميكانيكا أو كهربائيا ابتق الله اعلم أن الله يراك وأن الله يطلع عليك وأنه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يراك ويطلع عليك ولهذا جاء في الحديث الصحيح الصريح ليستحي الواحد منكم من الله كما يستحي من كبراء قومه إذا جلست إذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني ولذلك جعل الله جزاء من يخشى الله في الغيب الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون أولئك هم عباد الله الصادقين المخلصين إذا كان عندك وازع إيماني تراقب فيه ربك أمام الناس وأنت بعيد عن الناس أنت لوحدك أنت رئيس أنت مرؤوس أنت مسؤول أنت في عملك إحني لو كان رئيسك في العمل ينظر إليك لاستحي منه لكن لاستحي من الله قبل ذلك على أي حال اتق الله حيث ما كنت زمانا أو مكانا أو عملا أو توجها غراقب ربك فإنه المطلع عليك وانظر إلى رحمة الله كيف تتلقف هؤلاء البشر قال وأتبع السيئة الحسنة إذا زلت قدمك فاعلم أن ربك قد فتح لك باب العودة إليه وفتح لك باب التوبة أتبع السيئة حسنة إذا وقعت في خطأ تب إلى الله فإن السيئة تمحوها الحسنة التي تفعلها أتبعها مباشرة أتبع السيئة الحسنة تمحوها وإذا محاها الله عنك فست في الدنيا والآخرة تأتي يوم القيامة وقد غفر الله لك غفر أي غطى وعفى أي أزال عنك هذه السيئات فتقابل ربك بوجه أبيض نعم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه تقابل ربك بوجه أبيض لأنك قد أتبعت السيئة الحسنة خفت من الله دفعك الخوف من الله أخطأت في بابه يا أخي ارجع إلى ربك لا تعاند لا تكابر عد إلى ربك عز وجل ظلمت إنسان عد إلى الله ورد عليه مظلمته وقعت في خطأ مما كان الله قد نهاك عنه قل يا رب أتوب إليك وأتبعها بعمل صالح لكي الله عز وجل يغفر لك ويمحو عنك السيئة ثم قال عليه الصلاة والسلام وخالق الناس الناس الألف واللام لجميع بني البشر وخالق الناس بخلق حسن يا أخي الكلمة الطيبة البسمة الكلمة الرضية العبارات التي تسري من ثناياك إلى قلوبهم تحمل نور الحب للخير للناس وبذلك تجد بأن الناس يعيدون لك هذا ردة الفعل التقدير والاحترام والمحبة ويعني أن تكسب قلباً أن تكسب قلباً لكي تتودد إليه إن كان طائعاً فهو أخاً لك في الله وإن كان عاصياً فالنتيجة أنه ربما كان حسن الخلق في تعاملك معه طريق يجسر العلاقة بين قلبك وقلبه بين روحك وروحه حتى إذا ما أوصلت إليه ما أسميها أنا بكلمات النور في الإصلاح في الدعوة في إرادة الخير لا إي نعم ادعي إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة فقل له قولاً ليناً إي نعم إي نعم ولو كنت فضاً غليظ القلب لم فضوا من حولك هذا الخلق الحسن هو الطريق لبناء القلوب في الحب لا تلك الغطرسة والكبرياء التي تورث أصحابها مشكلة نعم يا أخي بسم الله زبير من أسبانيا تفضل يا أخي زبير من أسبانيا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الله يحبك في الله أحبك الله يا أخي ورزاك الله خيرا الله يا شيخ أنا من متزوج وعندي ابن وابنان والله دائما المرأة دائما تتخاصم دائما تتخاصم معي لا أعرف ماذا أفعل دائما للحظة أتعطل للحظة أمشي أقضي حوائجي لا أعرف ماذا أملك الله يهديها أساها تسمعني بس إن شاء الله يليتها تسمعني إذا أجبت على السؤال والله جزاك الله خيرا والله أنا إلى مقهور دائما دائما نقول نتركها ولكن كنشوف أطفال عندي يلقوا مشردين لا 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 تتركها إن شاء الله ربنا يهديها إن شاء الله أنا سأنصح وهو التوفيق بيد الله نعم معدو الله أمين آمين فضل سؤال الثاني والله يا شيخ أنا أخدم في إسبانيا في مزرعة فيها الغنم ما شاء الله مزرعة فيها الغنم عظيم نعم والله يا شيخ المزرعة النصراني يقول لي يقول لي بيع هذه الشاء بثمن وأنا أبيعها بثمن أخر يقولك بيع هذه الشاء بثمن نعم وأنت تبيعها بثمن أقل أم أكثر أكثر طب والمبلغ تعطيه له لتأخذه أنت لا المبلغ الذي قال لي أعطيه له والذي ربيحته تأخذه أنت ولكن نعرف وش حلال ولا حرام هل قال لك إذا زاد شيء عن هذا المبلغ فهو لك قال لك هذا الكلام قال بيعها مثلا بعشرين ولو زاد شيء عن العشرين بعتها مثلا بواحد وعشرين فالواحد لك قال لك هذا الكلام صراحة نعم طيب إن شاء الله تسمع قال لي قال لي قال لي والله لو أنا لو قلت لو أنا هذا مول المزرعة لو لو قلت أنا بيتم بيعها بواحدة وعشرين أبيعها بواحدة وعشرون واحدة وعشرون أبيعها دائما ولكن لي أنت خدام تعمل معي أبيعها لك بعشرين ولما ربحت أكثر عشرين ثانية وعشرين ثلاثة وعشرين هدك لك طيب عظيم خلاص واضح يا شيء دبير إن شاء الله من وراء نعم بثينة من الجزائر بثينة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا بثينة كيف حال كيف نحمد الله تعالى حياكم الله عندي سؤال ما حكم الشرح يواء في الأخذ من الأن في الأخذ من من مال الأب من مال الأب من طرف ابنته المتزوجة يعني ترك هذا المال لابنته المتزوجة بدون علمه أخذ المال لابنته المتزوجة حين والأب هذا مرتاح مادية طيب وتأخذينه خلصة من غير علمه طيب طيب تسمعين الجواب إن شاء الله أمت الله من تونس تفضلي يا أمت الله من تونس سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته عندي ثلاث أسئلة بسم الله هاتي السؤال الأول في أم قالت لابنها لن تتزوج إلا بفرق لن أسامحة إلا تحضر لي فرق إلا بإحضاري فرقة إلا بإحضاري فرقة يعني إحضاري فرقة إيش وهل من فعل ذلك رفكة بجريمة أم هو سيء عادي ثم أحسن إن شاء الله الأرث الإجلامي كيف يكون كيف يحتكلون المسلمين بجان حرام طيب السؤال الثاني ما حكم تعليق صورة الميت أو الحي على الحائط في المنز صورة تعليق صورة الميت في الحائط نعم طيب أبشر يا ابنتي إن شاء الله نعم محمود من فلسطين آنا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أعطيك العافية شيخ دي أسألك لو سمحت سؤال بخصوص مريض بإيده بتكون إبرة الكيلو أو الإبر محطوطة بإيده وقت طويل الوضوء طبعه إذا بده يتوضى هل يجب أنها تمثل إبر مكان الإبر ولا بقدر أنه يتزاوز أو يدركه جاف يعني طيب أبشر إن شاء الله سؤال تاني لو سمحت بخصوص جمع الصلوات جمع تأخير أو جمع تقديم كيف حكمهم للمريض يعني أمتى بجوز لأنه يجمع جمع تأخير أو جمع تقديم للصلوات أبشر أو أخينا أخينا الحبيب برفق وليل وطاعة في غير معصية الله وحسن تعامل مع الزوج بفضل وإحسان وقيام بما أوجب الله عليك كما أن يقوم هو بما أوجب الله عليه ولهن مثل الذي عليهن فالذي عليك هذا التباعل حسن الخلق يعدل أجر المجاهد في سبيل الله أما هذه المرأة المسيئة إلى أبنائها لأنها تريهم هذا الصراخ الدائم يؤذي الأبناء قبل أن يؤذي الزوج ويؤذي الزوجة كذلك لما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله عندنا امرأة كثيرة الصيام كثيرة الصدقاء كثيرة الصلاة ولكنها تؤذي جيرانها تؤذي الجيران فالنبي صلى الله عليه وسلم قال هي في النار هي في النار لأنها تؤذي من حولها المسلم لا يؤذي أحدا كيف وهذا زوجه الله قال وجعل بينكم مودة ورحمة ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا الهدوء السكينة الأمان الطمأنينة وجعل بينكم مودة ورحمة أين المودة والرحمة اتق الله في نفسك يا أختي هذا خلق لا يرضاه الله عز وجل وأنت مسلمة ويجب عليك أن تتق الله إذا في ملاحظات تفهمي مع زوجك فيها بالتيها عسن لتسدي هذا الجانب لا تبقي كاللبؤة في وسط البيت ترهب البيت كله بالصراغ هذا لا يلوق بالمسلمة أن تفعل ذلك أخونا الكريم قلن أخدم في مزرعة فيها أغنام قال لي صاحب المزرعة بيع هذه الأغنام هذه الغنمة بكذا وهذه بيعها بكذا وما زاد عن كذا فهو لك لا بأس إذا كان قد حدد لك سعرا معينا ثم قال لك بصريح العبارة ما زاد عن هذه القيمة خذه لك لأنك خدمت عندي في هذه المزرعة كثيرا وأحسنت وأكيد أنه ما يقول لك هذا الكلام إلا وقد أنضيت معه سنين ورأى فيك الأمانة والإخلاص وحسن الأداء في العمل هذا شيء طيب لا بأس ما زاد عن هذه القيمة فهو لك خذه وهو حلال طيب لك بارك الله فيك بثينا من الجزائر ما حكم الشرع في الأخر من مال الأبي أي نعم وهي متزوجة تقول وآخذه من غير علمه لا لا يجوز أن تأخذي مال أبيك بدون علمك بدون علم أبيك المفترض أن زوجك هو الذي يغطي لك حاجتك إذا عجز الزوج ولم يستطع أن يقوم نتيجة لعجزه لعجز لا أتحدث عن أسباب العجز ربما أنه لم يجد عملا ربما أنه في عاقار إلى آخرين عجز أن يسد ينفق عليك أبوك نفق شرعية هذا واجب عليه يجب عليه أن ينفق عليك النفق الذي تغطي لأنك من أبنائه إذا عجز الزوج تعود النفق عن الأب الأب يقوم بهذه النفقة ما دام هو مقتدر لكن لا تأخذها بدون علمه خليك واضحة قل إله يا أبي أنا ما عندنا ما يكفينا من كذا وكذا وكذا فأعطينا يا أبي أنا ما عندي ما يكفيني في طعامي في شرابي في لباسي في سكني في إلى آخره من أمور الحياتية الأساسية وليس العباث والكماليات وإلى آخره لا أنا أتحدث عن الأمور الأساسية فأرجوك يا ابنتي اتق الله ولا تأخذي من مال أبيك إلا بحق وبعلم أبيك أمت الله من تونس تقول أم قالت لابنها لن تتزوج إلا بإحضار فرقة أنا أعلم أن هذا الأمر فيه يعني لكن خذوا مني ما سأقول لكم أما بالنسبة للنساء فلا باس أن تأتي فرقة عند النساء تغني لهن تضرب الدفة والمدرئة والكذا إلى آخره وتغني في وسط نساء والنساء يفرحن بأهازيجهن المحلية التي عرفوها ما يسمى بالفلكلور الشعبي الذي يعني تغنى به الأباء والأجداد والجدات يعني تغنى به الأمهات والجدات والكذا إلى آخره والنساء لوحدهن لا يختلط بهن رجال وإنما لوحدهن لا بأس النبي صلى الله عليه وسلم هل قال هل بعثت من يغني لها قولوا لها أتيناكم أتيناكم فحينا نحيكم ولولا الحبة السوداء لما جئنا لنقياكم أما الرجال فالفرقة أن يؤتى لها من هذه الأناشيد أناشيد الجميلة التي بدأنا نراها تنتشر في العالم الإسلامي فرق أناشيد تتكلم عن القيم الأخلاقية المثول محبة الله محبة الرسول محبة الوطن محبة الأهل محبة الجيران محبة المسلمين محبة الإنسان يعني هذه كلها أصبحت ما شاء الله ويحيو لكم تلك الليلة والسلام عليكم يعني لا تكن لينا فتعصر ولا يابسا فتكسر كل ما حكم تعليق الصورة الميت على الحائط النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن تعليق الصورة لا تدخل الملائكة هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نملك إلا أن نقول ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها علقت قراما يعني غطاءا يعني ستارة لنافذة وكان فيها صورة جبري لم يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم قال إنا لا ندخل بيتا في صورة فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تنزلها وأن تضعها يعني في المخدات يعني غطاءا للمخدات المخدات والإنعم والوسائد التي يتكئ الناس عليها لا بأس فالشاهد أن تعليق الصور أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل في البيوت التي تعلق فيها الصور أخونا محمود من فلسطين بارك الله فيه يكون مريض عنده إبرة ويخشى يعني أن إذا جاء الماء حولها أن يضرها لا يا أخي لا إذا جاء الماء على جرح أو على عملية أو على مكان إبرة لا يجوز أن يمسه الماء اسمع ماء وقع في عهد الصحابة رجل من الصحابة كانوا بعيدين في سفرة بعيدين عن النبي صلى الله عليه وسلم أصابت جنابه وفيه جرح جرح شديد واحتلم في الليل فقالوا له لازم تغتسل فاغتسل فدخل الماء في الجرح فماه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال قتلتموه قتلكم الله قتلتموه قتلكم الله هل لا سألتمها العلم إنما كان يكفيه أن يفعل هكذا وأشار بأن يتيمم فأي جرح أو كسر يعني جرح ظاهر أو يعني إبرة أو دواء قد يضر وجود الماء عليه أبداً اغسل ما كان بعيداً عن هذا المكان والباقي تيمم له لنفترض أن الإبرة في هذا المكان هذا المكان لو سمحت قرب للصورة الله يرضى عليك في هذا المكان إنعم وفي هذا المكان ويخشى أنه لو وصل الماء إليه تتأذى اغسل من هنا ومن هنا ومكان الإبرة لا تقربه هذه المنطقة التي لم يصبها الماء بعد أن تتوضى تيمم جيب لك طوال الله عمرك يعني تراب نظيف صعيداً طيبة ما في صعيداً طيباً خذ يا أخي يعني منشفة فوطة فوطة منشفة فوطة بللها بتراب نظيف وجيبها حطها في مكان خليه يضرب بيده هكذا قل هكذا أصابعه بسم الله يضرب بيده عليها ثم يقول هكذا بسم الله ثم يضرب الثانية ويمسح باليمنى فوق اليمنى هكذا ثم يمسح باليمنى فوق اليمنى فوق اليمنى هكذا وانتهى هذا هو التيمم ديننا سمح سهل ميسور بارك الله فيك بالنسبة لجمع الصلوات نعم المريض اذا كان لا يقدر او يعني في كل ساعة يذهب الى الحمام او يشق عليه ان يقوم من مكانه له ان يجمع يجمع الظهر والعصر هو يجمع المغرب مع العشاء يعني يجمع الظهر مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء اي نعم ان شاء في اول وقت الضور وان شاء في وقت العصر كلاهما لو كان مشغولا قاعدين من رضو او يغيروا له كذا واخذوا عليه الوقت حتى دخل العصر ما في مشكلة لكن المريض يجمع جمعا بلا قصر يعني يصلي الظهر اربعة والعصر اربعة صلي المغرب ثلاثا والعشاء اربعة انما القصر في السفر نعم يجوز الجمع في الحضر لوجود ضرر مرض او كذا الى اخره لا بأس ان يجمع بارك الله فيك نعم يا اخي ام محمد من العراق تفضلي يا ام محمد ام محمد بسم الله فاطمة من فرنسا فاطمة نعم تفضلي يا فاطمة بارك الله فيك ام محمد ام محمد وعليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قصري قصري عندي ثلاثة سؤالين يا رحمة طيب قصري اولا التلفزيون واسمعيني من الهاتف انقصم قصيص يلا وهاتي السؤال الاول نعم نعم هاتي السؤال الاول نعم هاتي السؤال الاول مزيان ايه هاتي السؤال الاول مزيان يا الحمال ديك اني كنعيش في فرنسا وبغيت نسوولك على قضية الجواج عندي عندي واحد الولد وكيقول بغيت جوج بوحدة ماشي ماشي عربية واش الى الى سلمات ديزا وبغيت نسوول على الفرق ديال واحدة يهودية الى سلمات ديزا او الى فرنسا ويالى سلمات ويالى ديزالو هدا السؤال ديالي الاول طي السؤال الثاني السؤال الثاني اه عندي احنا جوج ديال الخوت وبنت اه مت بطا وخلى وخلى خوية ماشي اقبل من اقبل من بطا وخلى واحد الولد ومن بعد ما تبطا عطيناه من الولد ديال بطا وداب ما تبط الام واش نعطيه من بعد الموت ديال الام واش نعطيه من الحق ديال الام او للا مع العلم ما تقبل من ام وقبل من ابويا ولكن من ابويا عطيناه وداب واش هنقدرون واش نعطيه من الحق ديال من الولد ديال الام او للا طيب خيراً إن شاء الله أبشر إن شاء الله تسمع الإجابة إبراهيم من السعودية مرحباً بك يا أخي إبراهيم من السعودية حييك الله شيخ كرحان الله يحييك تحية طيبة مباركة الله يرحمه لك آمين شيخ الله أفيد عندي سؤال الآن ما سنخفين من متى يبدأ هل هو 24 ساعة ولا نهاية الليل نهاية طرات أبشر المسأل فيه متى يبدأ ومتى ينتهي ماذا كذا متى يبدأ ومتى ينتهي أبشر يا حبيبي إن شاء الله نعم حنان من المغرب تفضلي يا أخت حنان من المغرب السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال فيما يخص القروض القروض نعم أنا موظفة قطاع التعليم في المغرب طيب ومؤسسة تقوم بالاقتطاع من الأجراء شهريا واحد لنبلغ طيب هذه المؤسسة قدمت لنا خدمة على أساس أخذ قرد من بنك إسلامي أو تشاركي تقدر ب 15 مليون عندنا يعني تقريبا 15 ألف دولار والفائدة بمعنى إذا أخذت هذا القرد غالب الرد لنبلغ الذي أخذته والمؤسسة التي تقطع علينا شهريا هي التي ستقوم برد الفائدة طيب طيب يا أختي واضح واضح كالشمس في رابعة النهار واضح يا أختي ميمون من السودان أهلا وسهلا يا ميمون من السودان تفضل يا ميمون وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أنا عندي جدتي نعم جدتك قاعدة في العدة هي أصلا فترة بتاعة عدة هي في العدة ويلا قال لها يعني أثناء فترة العدة لا تستعمل فازلين أو مرطبات لا تستعمل حتى الفازلين طيب خلاص وصل السؤال يا أختي ميمون أحبابي فاصل ثم أعود إليكم بإذن الله أحبابي وإخوتها أنا ذا أعود إليكم معنا الأخت الكريمة فاطمة من فرنسا تقول أن أعيش في فرنسا وولدي يريد أن يتزوج امرأة فرنسية ربما كانت ديانتها يهودية هل يجوز له ماذا أفعل اسمعي يا أختي نحن لا يجوز لنا أن نحرم ما أحلى الله ما من شك أن الزواج من الكتابيات يجوز الله سبحانه وتعالى يقول يعني أباح لنا ذلك في كتابه الكريم كما جاء في سورة آل عمران والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم لكن يجب أن يكون هذا الزواج بشرط الإحصان ما هو المراد بالإحصان أن تكون عفيفة فإذا كانت عفيفة ومتمسكة بدينها يجوز الزواج منها هذا من حيث المبدأ لن نستطيع أن نحرم ما أحلى الله نعم ولكن انتبهوا لأمرين الأمر الأول يجب أن تكون هذه المرأة التي يريد أن يتزوجها يهودية كانت أو نصرانية أن تكون عفيفة هذه الملاحظة الأولى الملاحظة الثانية علي أن يحسب في المستقبل مسألة الأبناء وتربيتهم كيف سيكون إذا لم يستطع أن يقنعها بأن تسلم واستمرت على دينها سيكون هناك بعض إشكالات والمسألة الثالثة وبناتنا نحن يعني يعني تنكح المرأة لأربع ومنها يقول عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع لحسبها ولجمالها ولمالها ولدينها فاضفر بذات الدين تريبت يداك إذا جاء الله له بمرأة صالحة تقية ستبني بيته بناء إيمانيا تقيا نقيا طاهرا ويعيش معها عيشة الأبرار ويسعد بالأنص معها والله نعمة السعادة الحقيقية تكون مع الزوجة عندما تكون الزوجة صالحة مؤمنة تقية تراعي واجبها مع زوجة وزوجها يراعي حقها عليه هذه السعادة الحقيقية أسأل الله لكم التوفيق ثم تقول عندي اثنين أخوان واحد منهما مات قبل أبي وولده أعطيناه من تركة أبي أولا هو ما دام أن لأبيك أولاد وأخوك قد مات قبل أبيك أصحيح أنه لا يستحق شيئا في الإرث لكن في بعض البلدان يعطونه ما يسمى بالوصية الواجبة يعني يعطى لأبناء الأبناء الذين مات أبوهم قبل موت أبيه يعطونه هذا إليكم إذا أردتم أن تعطوه فأعطوه وبما أنكم قد أعطيتموه من حق أبيكم بالنسبة لأمكم انظروا إذا يعني المسألة فيها سعى عندكم وهو صاحب حاجة وأردتم أن تحسنوا إليه فالباب مفتوح وإذا ما أردتم فلا يجب عليكم الأخ الكريم إبراهيم من السعودية يقول متى يعني يبدأ المسح مدة المسح متى تبدأ المهم أن تلبس الجوارب الشراب على طهارة طيب متى يبدأ عندنا قولان القول الأول يقول من أول حدث بعد اللبس القول الثاني من أول مسح بعد اللبس بس من باب الاحتياط أنا أرى أن القول من أول حدث بعد اللبس هو الأولى كيف صليت توضأت لصلاة الفجر ولبست الشراب وذهبت ما شاء الله صليت الفجر ثم قمت أفطرت ما شاء الله وأنت لا زدت متماسك وضوءك عليك وبعدين لما جاءت الساعة مثلا الثامنة صباحا التاسعة صباحا اضطريت أن تذهب لقضاء الحاجة هنا تبدأ مدة المسح من أول حدث بعد اللبس بمعنى بمعنى ابدأ استمر امسح عليها في صالة الظحى إذا أردت أن تصلي الظحى في الساعة العاشرة والحادي العشرة مساحة لها في الظهر العصر المغرب العشاء الفجر إلى اليوم الثاني الساعة التاسعة التي بدأ فيها ينتهي المسح خلاص يجب أن تخلعها وأن بعض العلماء يقول ما دو متقد مسحت وهي على طال لا اخلعها أحوط أحوط لك يا أخي أحوط لك إذن يبدأ المسح من أول حدث بعد اللبس ويستمر أربع وعشرين ساعة فإذا جاءت الساعة التاسعة في اليوم الثاني خلاص توقف عن المسح وهذا أيسر وأخر يعني أبعد عن الأقوال البعيدة عن يعني عن القول المريح أختنا الكريمة حنان من المغرب تقول أنا موظف التعليم وعندنا مؤسستنا عملت صندوقا نحن إذا ذهبنا لنقترر لأخذ مبلغا من البنك الإسلامي وكلفنا هذا المبلغ طبعا هما في البنوك الإسلامي لا يعطونهم نقودا بنقود وإنما يعطونهم سلعا يشترونها ويبيعون هذه قضية المرابحة يعني معروف قضية التورق وهي عقود يا إخوتي عقود معروفة في تاريخنا الإسلامي عقود التورق معروف حتى أنه ورد في بعض الروايات الروايات أن علي قال لو لم أجد إلا أن يعني كانوا يسمونها السلف يعني التورق إلا أن أتورق لكي أحج يعني أشتري سلعة وأبيعها وأخذ ثمنها لكي أذهب وأحج به لفعلت فالشاهد أنها أمور شرعية لكن لها أرباح يعني إذا أنا اشترى البنك سلعة وباعها علي يبتغي الربح وهذه التجارة فالمتاجرون ما في واحد يشتري سلعة يقول مع الناس تعالوا والله أنا شاريتها بخمسة أخذوها بخمسة لا ما فيها تجارة هي تشتري بخمسة وتأخذ لك ربح معين قالت لكن هذا الربح المؤسسة التعليمية تتحمله عنها من خلال الاستقطاع الذي كانوا قد أخذوه مننا تتحمله المؤسسة التعليمية نقول لا بأس بهذا وهذه نوع من التعامل التعاوني التشاركي الطيب وياليت كثير من المؤسسات أن تفعل ذلك أي نعم بارك الله فيكم اللهم سعرنا ميمونة من السودان تقول جدتي في العدة ولكنها لا ولكنها لا تستعمل الفازلين يا إخوتي المعتدة لا تغضو طيبا طيب تطيب وتتجمل وتلبس لبس الزين هم تأخذ فازلين علشان يدها لا تصيبها البرد أي نعم خذوا من الفازلين لما له رائحة نفاذة فيه أنواع من الفازلين ما له رائحة يقول ولا تأخذ لا بد تأخذ صابون وتغتسل بالصابون وتغتسل بالشامبو نعم لكن هناك أنواع من الشامبو كان قد أضيف إليها طيب فواح لا ابتعدوا عنه خذوا شامبو عادي خذوا صابون لا بأس تأخذ الفازلين نعم تدهم بالزيت الزيت تدهم ببعض الدهون التي ليس فيها رائحة تطيب لا تضيقوا على الناس المسألة فيها سعة بارك الله فيكم صابرين من فرنسا مرحبا يا صابرين من فرنسا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لدي سؤال كتير مهم لأننا نحن عايشين في أوروبا يا شيخ فضلي ويعني وجدنا كتير يعني 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 وفتاوي مختلفة في هذا الأمر فأريد سأسألك عن اللحوم اللحوم النصرانية فإنني عايشة في فرنسا وأكيد في لحوم حلال لتشتري لحوم حلال وفي لحوم نصرانية أنا بعد الأحيان يا شيخ يعطوني أهل النصر يعطوني لحوم فأريد أن أسأل هل حلال أن أكل من تلك اللحوم أم يجب فقط يعني أن أكل من اللحوم وين يعني مكتوب حلال مباشرة وهل يجوز علي أن أخذ من لحم الحلال يعني وأشتري أيضا من لحم النصراني طيب خير إن شاء الله أبشر إن شاء الله شكرا يا شيخ مع السلامة مع السلامة أم محمد من العراق تفضلي يا أم محمد من العراق سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور عندك خيار بشغلات الليل نعم وقبل أن أنتهي من الذكعة الأخيرة نعم وقبل التشلم الأخير أذن المؤذن لصلاة الفجر نعم ولكنني أتمنت صلاتي الليلية فهم صلاتي صحيحة أو باطلة أبشري يا أم محمد أبشري دكتور أكساني شؤال فالعدد رقعات الليل كان يشلي رشول الله صلى الله عليه وسلم أبشري 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 شكرا دكتور الله يحييك هيثم من سوريا تفضل يا أخي هيثم من سوريا السلام عليكم يا شيخنا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا شيخ أنا عملت وشم في إيدي وفي ظهري وقالوا لي أن لا تصلي لا يجوز صلاتك فهل هذا يجوز صحيح ولا أنا تركت الصلاة من أجل ذلك لا حول أن أقوى تلاب الله لا حول أن أقوى تلاب الله طيب خير إن شاء الله تسمع الإجابة أجيبك إن شاء الله أبشر يا حبيبي أحمد من الجزائر السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضل يا أخي أحمد الشيخ من فضلك أريد أسألك هل راح تصار عليه وسلم كان يرفض يديه مع كل تكبيرة في الركوع ورحم الركوع طيب أبشر إن شاء الله أبشر يا أخي طيب خلنا نجواب يا حبيبي خلنا نجواب يا حبيبي طيب بسم الله نبدأ ب صابرين من فرنسا والله قضية اللحوم تكلمنا عنها كثيراً ونحن نقول بأن ما يشترط في حق المسلم يشترط في حق النصارى ما هي الشروط في الذبيحة التي يصح أن أكلها أولاً أن تكون الذبيحة حلال الغنم، الإبل، البقار، الدجاج، البط، الوزء إلى آخره أن تكون حلالاً اثنين أن تكون الحياة فيها حياة مستقرة يعني ما ضربت فقتلت ثم ذبحت لا، لابد حتى لو عرضوها للصعق أو ضربها بالفأس في بعض الأبقاد تضرب في البأس لكن تبقى حية تبقى لازالت الحياة فيها لأنه بعد أن يذبحها ترفسه كذا إلى آخره ألم أن تكون الحياة فيها حياة مستقرة الثالث أن تكون هناك آلة للذبح آلة تمام؟ رابع أن يقطع الذابح الحلقوم والمري والوجين الواصلين إلى الدماء والخامس أن يكون الذابح ذو أهلية أهلية الذابح ما يعني الذابح يكون ذو أهلية؟ أن يكون إما مسلماً وإما كتابياً كيف أستطيع أن أتحقق من هذه الأمور؟ الله ببساطة الله يصلح حوال أحبابنا وإخواننا في بلاد الغربة في بلاد المهجر كما يسمونها نعم يجمع الإمام مع واحد أو اثنين من العقل يذهبون يزورون المجزرة ويتحققوا من هذه الأمور كاملة إذا تحققوا منها خلاص طعام الذين أوتوا الكتاب حل لنا وطعامكم حل لهم هكذا قال الله عز وجل لكن يشترط في طعام أهل الكتاب ما يشترط في طعام المسلمين وهي الأمور الخمسة التي حدثتكم عنها أن تكون مما أباح الله أن تكون الحياة فيها حياة مستقرة يعني ما ماتت ثلاثة أن يكون الذابح أهلية إما مسلم وإما نصراني مش ملحد مسلم أو نصراني وأن يقطع الحلقوم والمري يذبحها يقطع الحلقوم والمري والوديجين وأن نعم الخامس الآلة الآلة يعني الذابح والآلة حادة تقطعها إذا توفرت هذه حلاء إذا ما توفرت حتى عند المسلم حرام لو أن المسلم وجد ميتة قلنا لا يجوز له لو أن المسلم ما قطع الحلقوم والمري والوديجين يقول ما هي حلال لو أن المسلم ما ذبح بآلة وإنما خنكها خنك وما هي حلال وهكذا فما يشترط في حق المسلم يشترط في حق الكتاب إذا تحققتم من ذلك فلا بأس طيب اللهم صلع رسول الله أم محمد من العراق تقول أنا كنت أصلي قيام الليل وبعدين أذن المؤذن وأنا لازلت في الوتر في الركعة الأخيرة أو حتى في الركعتين الأخيرتين التي قبل الوتر نقول أتمي فقد كان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يتم صلاته حتى بعد أن يستمع المؤذن وأذن صلاة الفجر إذا أذن المؤذن وأنت في الركعة الأخيرة كما قلت بارك الله فيك فأتمي وصلاتك صحيحا أذن المؤذن وأنت في الركعتين الأخيرتين أتميها بسرعة وأكملي ركعة أخيرة التيها الوتر وصلاتك صحيحة حتى ولو كان قد أذن المؤذن لصلاة الفجر كذا كان يفعل عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه استعيني بالله وفعلين ثم تقولين كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل كان عليه صلى الله عليه وسلم مرة يصلي إحدى عشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة هذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم مات النبي عليه صلى الله عليه وسلم وهما كان يزيد عن ثلاث عشرة ركعة أو إحدى عشر ركعة بارك الله فيك هيثم من سوريا يقول يقول عملت واسما في يدي وظهري وتركت الصلاة لا أرجوك يا هيثم صلي 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 حتى ولو كان الوشم في يدك أو في ظهرك والذين قالوا لك لا تصلي لوجود الوشم هؤلاء مخطئون أساء حسبنا الله نعم الوكيل إذا استطعت يا ولدي أن تزيل الوشم بطريقة لا تضرك فالحمد الله وإلا غطه يا ولدي والحمد الله صلي ولو كان الوشم معك لا بأس بارك الله فيك أرجوك لا تترك الصلاة عد إلى ربك وصلي حتى ولو كان الوشم عندك أحمد من الجزائر يقول كم كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في صلوات كان عليه الصلاة والسلام يرفع عند تكبيرة الإحرام ويرفع عند الركوع ويرفع عند الرفع من الركوع ويرفع إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هذه هي التي جاءت في السنة أربع حالات من الرفع اليدين واليدين ترفع إما هكذا بجوار الأذنين أو بجوار المنكبين الله أكبر أو الله أكبر أسأل الله أحبابي أن يفقهنا في ديننا وأن يحسن إلينا وأن يجعل حياتنا مليئة بطاعته وذكره وشكره وحسن عبادته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كن كالشمس من بين الغيوم وكالأزهار تازهو في الكروم وأطيار تغني في الحناية وفجر ضاحك فوق التخوم كن كالشمس من بين الغيوم وكالأزهار تازهو في الكروم وأطيار تغني في الحناية وفجر ضاحك فوق التخوم إذا ما ضاقت الدنيا عليك وتاه القلب في وقع الهموم فبعد الحزن يأتي كل خير ويأتي كالهناء وفجر ضاحك فوق التخمي في الحناية وفجر ضاحك فوق التخمي في الحناية